بدون شك تجرفتك في تعليم تجربة طويلة وأنت تعشق التعليم حسب ما ذكرت والطلاب ويمكن لديك معيار صار في شي جوهري ممكن الواحد يتحدث عنه يشير إليه يغصفني أنه المستوى التعليم في انحضار وانهيار نتيجة عوامل كتير جدا أول عامل هو النظر إلى التعليم على أنه سلعة التعامل مع التعليم على أنه سلعة يعني حاليا أصبح فيه بيزنس مهم جدا تعليم حاليا عدد الجامعات والمدارس الخاصة ربما أوشك أن يفوق المدارس والجامعات الحكومية دي مسألة تخلق نوع من الخلل الاجتماعي أنه أصبح فيه تعليم للفقراء وتعليم للأغنياء والمطرفين فهذه مسألة خطيرة جدا يعني جانب آخر وهو التقليد الغبي لنمازج الغرب بشكل مبالغ فيه لكن هو فيه جانب آخر مهم يعني وهو أنه خاصة بعد الكورونا أصبح فيه حاجات زي التعليم عن بعد بعد ما انتهت الجائحة استمرأت بعض الجامعات وبعض الأنظمة في التعليم هذه المسألة وبالتالي أصبح العلاقة المباشرة بين الأستاذ وبين الطالب غير موجودة يعني وخاصة في ظل تطبيق أنظمة التعليم الإلكتروني كذلك في الامتحانات الامتحانات الإلكترونية اللي هي بيسموها MCQ هذه الامتحانات اللي هي عبارة عن الاختيار من متعدد والصح والخطأ تشيق عقل الطالب عجيب وخاصة في التخصصات الأدبية وتحطم فكرة الخيال وفكرة الإبداع وفكرة النقد الذاتي كل هذا أدى إلى تحويل التعليم إلى أصبح وسيلة للتكسب آه يعني